الأهلية هكا يا عنوان الكامل المتعم محاولة دعم الشركات الأهلية ومحاولة إنجاح الفكرة هذه لليوم مزلت فكرة الشركات الأهلية ما حققتش النتائج المرجوة منها على المستوى الوطني ولو أنوينجم يكون فما بعض قصص النجاح الإقبال على إنشاء هذا النوع من الشركات قعد بعيد برشة على المنتظر وقعد ضعيف بالمقارنة مع أرقام إنشاء شركات كلاسيكية بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي عامة على كل حال الدولة التونسية ما تدخلتش جهودها باش تنجح فكرة رئيس الجمهورية وباش تحاول تنفذ توجيهاته في زوز قوانين مالية على الأقل تم تضمين خطوط تمويل لهذا النوع من الشركات السلطات المركزية والجهوية سندت كل أصحاب المشاريع من النوع هذا تم أيضا تشريك البنوك في تمويل الشركات الأهلية والسيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات في عدد من المناسبات لدعم الشركات هذه بكل الوسائل ملف الشركات الأهلية كان في مرحلة أولى تحت إشراف وزارة الشؤول الاجتماعية ومبعد عملت كتاب الدولة خاصة للشركات الأهلية في وزارة التشغيل والتكوين المهني هذا مع العلم أنه تم إنشاء هذا النوع من الشركات بمرسوم منذ مارس 2022 إلى غاية 24 ماي الفارط تم إنشاء 64 شركة أهلية فقط يعني رقم بعيد برشة عن المأمول وغير كافي تماما بشي بدل وجهة البلاد ويخلق ثروة ومواطن شغل كما كان منتظر بالنسبة لرئيس جمهورية الإدارة التونسية ما قمتش باللازم لدعم الشركات هذه وكان قال في عدد من المناسبات اللي باعثي مشاريع من النوع هذا يتعرضوا لصعوبات ولتعقيدات بيروقراطية وهذا في حقيقة الأمر يتعرضوا لكل أصحاب المشاريع هو الشركة الصغرى والمتوسطة في تونس تحلم أن الدولة تدعمها هيزادة كما تدعم في الشركات الأهلية بالرغم من كل هذا الدعم النتيجة هزيلة الخبير الاقتصادي أرامب الحاج في تدوين له يقول اللي البطء الإداري والفساد المستشري وغياب التشريعات المصاحبة لكل هم ينجموا يكونوا أسباب لتفسير فشل الشركات الأهلية ولكن يضيف على هذا أنه ينجم زادة يكون الخلل أو السبب الرئيسي هو المرسوم المحدث لهذا الصنف من الشركات في حد ذاته تتعدد الأسباب والقراءات ولكن النتيجة هي أن الشركات الأهلية فكرة ممشيتش في تونس وإذا كانت دولة التونسية مزلت ترى اللي الفكرة هذه عندها مستقبل فأنه لازمها تعمل مجهود إضافي في تفسير الموضوع هذا وفي تفسير الجدوى متاعه بصفة أعم من هذا لازم الدولة التونسية تخدم برشا على مناخ الاستثمار لأنه إنشاء شركة سواء كانت أهلية أو غيرها يعتمد على حد أدنى من الثقة في المستقبل وفي الجدوى متع العمل لهذاك إنشاء شركة هو مخاطرة ومراهنة على المستقبل لحد الآن مزلت الدولة التونسية ما وفرتش ما يكفي من الضمانات في المجال هذا حلوة سيناتشور لدي تو متاع مروين عاشوري شكرا لك مروين نازم ونعنبو دعم الشركات أهلية في السبور موغلت؟ بشير قروي طوي جاوبنا أتو تسوية موسيقى 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 موسيقى